تقول أنا اغتبت أكثر من شخص وأخاف أني أكون استهزأت بهم وأنا غير متأكدة وخايفة يعني أن الله عز وجل يبتليني مثلهم وقرأت حديث من عيره أخاه بذنب لم يموت حتى يفعله بس أنا ما عيرتهم قدامهم وما أدري ماذا أفعل وإلى آخر ما ذكرت يعني رسالة دينا طويلة يا دينا بارك الله فيك بالنسبة لما ذكرت من مسألة أنك عيرت شخص وكذا هذا لا شك بأنه محرم لا يجوز للمسلم أن يعير مسلما أو يعير آدميا ولا يجوز السخرية بالآخرين فالله تعالى قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف أولئك هم الظالمون ولذلك الاستهزاء والسخرية والتعيير هذا كله من المحرمات طيب أنت الآن واضح تعيشين حالة من القلق وذلك بسبب أنك تخشين أن الله تعالى يسلط عليك ويعاقبك الأمر سهل ويسير يا أختي الفاضل أولا التوبة إلى الله عز وجل والتوبة لها ثلاث شروط الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه ويظهر لي والله أعلم من رسالتك الطويلة أنك يعني الآن تبتي إلى الله عز وجل لكن لا بد من التزام الشروط الثلاث الإقلاع عن الذنب الندم على فعله لأن الندم توبة والإصرار على عدم العودة إلى مثل هذا الأمر المسأل الثاني الاستغفار لهم اللهم اغفر لي فلان اغفر لي فلان اللهم يا رب اغفر لي كل من عيرته اغفر لي كل من استهزأت به مثلا اللهم يا رب اغفر لي ولهم اللهم ارحمني وإياهم ويكفيك هذا وللله الحمد واحرصي بل احذري احذري أن تبقين في هذه الدائرة لأني أنا شعرت من رسالتك أنك حملت نفسك يعني فوق الطاقة بحيث ممكن الشيطان يدخل عليك مداخل ويبدأ يدخلك في عالم الوسوسة والقلق والحزن والهم وهنا هنا المشكلة لذلك قتل فاضلة هذا ذنب الذنب كيف ممكن تخلص منه الجواب نعم ممكن كيف التوبة ذكرت لك أنا وتستغفرين لهم بارك الله فيك